عودة الى مريم قبل ما اروح لمريم على مدى مجموعة من الايام الماضية قبل انتهاء اللجنة الخماسية ظهرت دكتورة اسمها مونة الجهري الدكتورة مونة الجهري الست المحترمة رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة طنطة هل للسيدة رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة طنطة علاقة بقضية تحقق فيها النيابة ومشكل لجنة خماسية من كبار الأطباء الشرعيين في مصر بينظروا في أوراق السيدة مريم فتظهر هذه السيدة بناء على طلب المحامي وتظهر في التلفزيونات قبل ما يطلع التقرير لجنة اخدوا بالكوا بس لأن كل شي بيتم وقال لكم في حالة فراغ من أمن العقاب انتو عارفين بيعمل ايه ظهر في التلفزيو الدكتورة مونة ظهرت في التلفزيونا عشان تقول حاجة واحدة ان أوراق الطالبة مريم اللي في اللجنة اللي هي الطالبة أوراق الامتحان مزورة ايه اللي عرفك يا دكتور اسمعوها اسمعوها شوفوها ظهرت في كم قناة وراء بعض ترك 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 ايه التركيز الغريب ده انت مين نشوفه يا مين دخلت ازاي في عضية مريم الدكتور ايهاد رمزي اللي هو المحاني بتاع الطالبة مريم الحياة تصل بي وقال لي انا عاوز اعرف الحقيقة اطلعت على اوراق الاجابة صور ضوئية لاوراق الاجابة بتاعتها في الانجليزي وفي العربي والاستكتابات طبعا هو من حق الوصارة انها تعتدت او لا تعتدت بالتقرير اللي تشري بقدم لكن الحقيقة اه انا قدمت تقريري بفحص تاني اه يعني معي زين خبيرة علشان تؤكد ان الخاص ده مش خاص مريم بالفعل اه وكمان انا النهاردة نزلت التقرير بتاعي بفحص اللغة العربية والكينيا اه وده واضح بنسبة مليون تلمية انه يستحيل يكون خاصها انا كان هنا عندي مشكلة مع مريم ان اليد الكاتبة بتاعتها اعتادة القعدة النسخية وفي بعض الاحيان بتكتب بقعدة رقعية ونسخية بس يغلب عليها النسخ حتى لما بتيجي تعمل الحروف الرقع بتكتبها بحلية اللي هي بتميز القعدة النسخية دي نمرة واحد طيب وانا شعرفني ان مريم ما بتدخلش اراضيا في استكتباتها قلت لها اعتيني يا مريم الاوراق اللي انتي كنت بتذكري فيها اللي انتي بتذكري فيها في كتبك او في كراساتك او كده رقيت ان هي تحمل نفس المميزات واضح ان هذه كراسات قديمة وشكلها واضح يبقى اذا انا تأكدت تماما ان هذا الاستكتاب بينم عن خط مريم بالفعل ايه الفرق بين الدكتورة مونة الجاهري وما بين السيد الدكتور المعزول محمد مرسي قبل ظهور نتيجة الانتخابات اجتمع الدكتور محمد مرسي بحزب الحرية والعدالة واعلنوا النتيجة وقالوا ده نتيجتنا البيت بيتنا والفلوس فلوسنا والنتيجة بتاعتنا وقلنا ايه التهريج والمهزلة دي وكان هذا هو الامر الواقع لما يبقى فيه موضوع منظور امام النيابة فاجيب قاضي خصوصي اجيب واحد وقول ده قاضي يا جماعة احكم زي قضاة الاستقلال كده اللي احنا موطردين عليه بس بقول لكم الفوضى اللي بتحصل في البلد ما فعلته هذه الدكتورة فوضى شافت صور ضوئية وبناء عليها ويقعدة ببيتهم علشان المحامي انا معرفش ده الوجه اللي هو اللي هو ابضى فلوس حلال يعني قال لها بقى اشغالك يا دكتورة خد يا بتاع الطب الشرع اضو صور ضوئية وطلع لنا تقرير وعايزك تطلع رشة في التلفزيونات بقى ما تسبيش تلفزيون انا مكنت شعرة في التقرير الخماسة هيطلع هيطلع زي ما يطلع على فكرة حتى هذه اللحظة وبعد ما عرفت نتيجة انا متعاطف مع مريم جدا بس مش متعاطف انها على صواب متعاطف انها مش مزبوطة ان اداءها في جزء نفسي مهمة قوي يجب نراعي ولازم نطبطب عليها بس بالراحة لما يجي السيد اهاب رمزي النائب البرلماني السابق واللي داخل الانتخابات خدوا بالكو اصلاح حصل حاجات كتير لما تعودوا ترتبوها فجأة يدخلوا البابا تودرس في الموضوع بعدين يجد حرج البابا تودرس ما حددش مواعيد بعدين يتقال البنت اللي اعتذرت وبعدين يطلع يقولك من الكنيسة لما كلمت ناس في الكنيسة قالك المحامي هو اللي قال الكلام احنا ما قلناش مواعيد ولا حددت مواعيد مع البابا ولا تدخل في الموضوع فكرة الاستغلال وبعدين نرجع نقول طائفي ده اصبروا على السيد اهاب رمزي المحامي اللي بيلعب لعب انا مش عارف كيف يمكن السكوت على هذا النوع من العبت السيد اهاب راح جاب دكتورة عارف ان التقرير هيطلع بعد ايام وده بيشككني فيه اكتر ان اعارف كل حاجة وبعدين يتفق مع الدكتورة حاجبلك ورق وبعدين شوفيه فيه لجنة يا جماعة ده فيه لجنة كبيرة من خمسة خمس علماء بيشوفوا الورق وبيضهوه وواحد واثنين وتلاتة ولجنة بره اللجنة القديمة خالص تلاتة قبل كده من الطب الشرعي فتيجي الدكتورة وايه بحمس شديد كأنها فجأة بقت فضية لقضية ماري وفجأة ضمرها يخليها هتقول على صور ضوئية ولا مليون مرة ثلاث تلفزيونات أربع تلفزيونات وربع زو 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 قبل تمانية واربعين ساعة أو أقل من إعلان اللجنة وبعدين يجي لك إعاب رمز مبارح مجرد أن وصلت معلومات لزميل رمي ردوان أن التقرير بيقول كذا يقول له هناك مؤامرة وكيف يعلن قبلها أعلن إيه يا عم ده أنت اللي داير تهد فيه قبل ما يطلع ده أنت اللي داير بترتكب جريمة يا بتاع القانون يا أستاذ القانون يا محامي بإنك تجيب حد من برة تؤثر بي على الرأي العام وفي لجنة وجهتين قضائيتين بيحقق أيا كانت النتيجة ما فعل جريمة حد دور عليها حد زعل المستشار أحمد الزن حضرتك مزعلان السادة في الطب الشرعي أنتم مزعلانين سيد النائب العام والقائم بأعمال النائب العام هو حضرتك مزعلان ما بتحسبونا ليه لما نقول أي كلمة في قضية وتقولنا أنت بتدخل في أعمال القضاء وبتستدعونا وبتحققه معنا هو المحامي من حقه أن يشكك وأن يقول ما يشاء في قاعة المحكمة هو المحامي ينفع يلف ده كان مقيم الأستاذ إيهاب رمزي في جميع القنوات التلفزيونية ما قضي حياته بدل ما يروح لجهات التحقيق في التلفزيونات علشان إيه؟ مريم اللجنة الخماسية الأخيرة وقولا واحدا قالت استعرض القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران مع المحامي العام لنيابة استئناف أسيوت شايفيني الشخصيات وراء بعض قدية النتيجة النهائية للتحقيقات التي تمت في قضية الطالبة مريم ملاك دكري بعد عن قرارات نيابة العام فحص التظلم المقدم منها وعرض كرسات الإجابة الخاصة به والطالبة رضوة محمد علي عندنا طالبة تانية هيا بس ما حدش ياخد بال وحنا مركزين مع مريم عشان المحامي بتاع الشاطر بيعرف يسلك لجنة خماسية من عدد اتنين من مدير الإدارة ومدير عام ووكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية كبير الخبراء بقسم أبحاث التزييف والتزوير ومصلحة الطب الشرعي شايفيني الأسماء والرتب اللي أنا بخدها كل دول ممكن يتواطقوا علشان مريم لحساب مين على فكرة لو عندنا حد بالقدرة دي وعند طالب فاشل كانوا جاوبوله خلاص كانوا له كراسة الإجابة وانتهينا مش محتاجة أدوله على مريم عشان أخد ورق مريم والزقه في كراسة تانية واكتب كلمتين يبقوا مش بخط إيدها ونق مريم بالذات احنا عندنا طلب عبقرة على فكرة جاي بين 97 و 98 و 99 و 100% عبر سنوات طويلة جدا يعني للدرجة دي ابن المسؤول الكبير الضخم ده اللي قادر يوقف مصر على رجل ويخلي كل الناس تغير دميرها ما كانش قادر يحطوا كراسة مخصوص لابنه إذا كان عنده ابن عساسا نفسه شوفه ده طيب انتهت اللجنة الخماسية في تقريرها أمام النيابة العامة أن الطالبتين مريم وردوة هما الكاتبتين للعبارات الواردة بكرسات الإجابة الخاصة بهم بدات المداد اللي هو الحبر المحرر به بياناتهم على الغلاف وأن جميع الشواهد الفنية تقطع باليقين أن كرسات الإجابة الخاصة بالطالبتين لم تتعرض لأي عملية من عمليات التزوير الجزئي من استبدال أو نزع أو إضافة لأي من الأوراق الثابتة طيب أنا طالب وشكيت روحت اللجنة جابوا لي مدرسين صححوا قالوا تستاهل الصفر طلعت على التلفزيون في مادة قالوا لأ ده متفوق أول مادة تانية جابت الصفر يعني الصفر وارد طيب اللجنة احنا شكين فيها فييجي بتوع الخبراء التزييف والتزوير في أسيط فيقولوا لأ الورق والخط هو هو فالدنيا تتقلب إزاي ده ماري وبنضرق ورئيس الوزراء بيقابلها وبنضرق فتنة طائفية مش فاهم إيه الفتنة طائفية فعيلة معها سبعين واحد أوراقهم بيتشكك فيه فتتشك اللجنة خمسية تروح النيابة الإدارية والنيابة العامة ويطلع نفس الكلام فيطلع السيد أهابي يشكك في الكل مبارح ويقولك إيه خسارة واضح إن الواحد في البلد دي مش هيعرف ياخد حقه حقك مين؟ ده أنت ترتكب جريمة بما تفعل حقه إيه؟ أنت رجل قانون عليك أن تحترم القانون تقول بعد اللي تعملك ده كله بتقول لي حق يا أخي ما فعلوا إيهاب رمزي مهين لكل الجهات القضائية في مصر واستخدام الإعلام بهذه الطريقة استخدام يسيء لنا جميعا ولكل زملاء الأعزاء والعزيزي الذي يقبل النقد كما كان ينتقد الآخرين برحابة صدر وصديق العزيز يوسف الحسين هو يعني إيه تستكتبع الهوى؟ يعني إيه أنا أجيب المريم واستكتبع الهوى في موضوع يتم التحقيق في في النيابة حضرتك أو أنا أو إنت نقدر نعمل إيه؟ وأنا بتكلم على السيد إهاب رمزي بتكلم عنه إحنا كمان الإعلام صنع من هذه القصة وهما سرقنا في حاجات كتير قوي ولكن شكك في كل مؤسسات الدولة وهنا عايزة أقف قدام نقطة هي ليه ناس كتير صدقوا مريم لأن هناك فقدان ثقة في مؤسسات الدولة بالفعل اللي يجب إن احنا نقف قدامه وهذه الجملة سمعتها من الكاتب الشاب الجميل أحمد ديرين المعرض اللي هو المؤسسات بقت موطن شك فبقى حتى لو بتعمل الصح الناس بتشك والذي يجب أن يتم إن احنا نبتدي ندور هي الناس ليه ما عادتش بتصدق مؤسسات الدولة أو الحكومة ونمسك كل جهة ونصنفرها ونظبط اللي بايز فيها ونغير خطبنا العمل هذا التراكم علشان نقدر الناس تصدقنا لأنك ممكن تخسر قضية أنت صاحب حق فيها تماما علشان الناس فقد الثقة الناس مش مصدق لو جبتلهم مين من السمع عن مؤسسة في الدولة لو جبتلهم حكم أجنبي ما حكمش غير مطشين وانت عندك حكام بقى لهم مئة سنة حيصدقوا الحكم الأجنبي ومش هيصدقون وده اللي لعب عليه المحامي فكرة التشكيك 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 وكل ما تقرب ويقول لك أيها نروح ساعة ما يستلمها يروح داخل على مرحلة تشكيك أعلى لا أنا ما شفتش كده في حياتي ما شفتش ده لأن السبب اللعب على حساب الوطن عشان فلوس أو طائفية أو انتخابات أو إصلاح صورة قديمة تهزت دي جريمة أستاذ إهاب أرجوك راجع نفسك أنت من عيلة محترمة والدك كان محامي محترم واخوك مستشار كبير واخوك فنان محترم بلاش اللعب بالنار أنت تعبت بالنار أما مريم فأنا من البداية وبقول لو لا حق تاخده ولو لا حق يقال فيها وزراء وهم أقيلوا بدون مريم ويقال فيها مسؤولين ويشكك فيها في العدل في مصر وتبقى كارسة بجد بجد أما إذ لم تكن صاحبة حق وهذا ما قاله القانون الآن وبثقة شديدة يجب احتواء مريم مريم قد لا تريد الاعتراف بالفشل وجايز يكون غصبة عنها وجايزها مشوعية لهذا الإحساس إنها متفوقة فإزاي تفشل ولأنها مرت بظروف صعبة بوفاة والدها ربما هذا ضغط على أعصاب وربما كان فيه قدر من الدهاء والتحايل لما اعتذرت عن الثلاث مواد وعرفت إنها لا تستطيع أن تعود وتأتي بالمجموع الكبير وربما حد من المغردين لعب فيه دانا وقالها حاجبها لك ملكش دعوانتي ربما كل شيء في كل الأحوال مريم الطفلة الصابية الصغيرة يجب أن تحتوى ويطبطب عليها ولا نقص عليها هي ما تستحملش يجب نقول لها شد حيلك عندك فرصة تانية هتدخل يمتحن تاني وتفوقي وإنك تتعطري في مرحلة من المراحل ده مش معناه إنك فشلت معناه إن الظروف لم تكن مواتب مش هنتكلم كتير في أنت عملت ده إزاي وليه لأنه لان يجدي أنا كنت بتكلم على لعب الكبار لعب الكبار اللي دوروا هم لعبوا ليه اللي اتدخل دكتورة في الجامعة ملاش علاقة بالموضوع من طنطة فتدخل في قضية في المينيا وتبقى في التلفزيونات بتتنقى الكعب داير حاجة تتعب ما تفهماكش تب المحامي من حقه يستغل كل أدواته الدكتورة ضمرها وجعها بدون ما تمسك الورق الأصلي ولا شكة في زمائلها تطلع تقولك لا أحد يتدخر في الأعمال مال أنت بتعمل إيه ده أنت العمل نفسه صرف غريب مش قدر أفهمه ما علينا ما لدي قلت في هذه القضية والله الموفق شكرا